تخيل اطلالة شقةك بهذا المنظر محبوب محبوب جيد أعطي محبوب سكرت غير محبوب محبوب حي كاشستو السعر السعر سكرت غير محبوب اللي بنصور فيها الشقة موجود عندنا تقريبا 17 شقة سكنية استثمارية نصور مع بعض الشقة في الدور الاطناعي الشقة ثلاث غرف صالة مساحتها 165 متر مربع أعطيكم تفاصيل الخدمة اللي موجودة في المجمع وما حول المجمع في المجمع موجود زي ما تشافين مواقف مغلقة محلات تجارية عندنا جلسات عائلية بالإضافة إلى ألعاب الأطفال خلف المبنى وأيضا بوابة إلكترونية تركب أمام المدخل بالإضافة إلى المدخل البنائي موجود فيه أرقام سرية لدخول المبنى هذه الخدمات الموجودة داخل المجمع الخدمات الموجودة أطراف المجمع سوبر ماركت بالقرب من المجمع موقع المجمع مميز أنها بالقرب من جواهر مول المسافة بين الموقع والمطار تقريبا 7 دقائق وأيضا الميدان 10 دقائق موقع مميز في حي كاشستو مقابل جواهر مول وطلالة مميزة جدا على البحر وعلى المدينة تعالوا مع بعض نشوف مدخل المجمع ونشوف تفاصيل أكثر تفضلوا معنا مدخل المجمع من هنا زي ما قلت لكم أرقام سرية لدخول المبلغ بأرقام سرية نفتح البوابة وندخل على شقة تفضلوا موجود في كل مبنى مصاعدين زي ما تشايفين مصاعد مساحته كبيرة تسع لثمانية أشخاص والمصعد الثاني أيضا ثمانية أشخاص نطلع مع بعض فوق ونشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع مصنع الدور الثاني عشر شقة ثلاث غرف صالة مساحة 165 متر مربع مدخل الشقة من هنا يمين هنا موجود الانترفون ولوحة المفاتيح و المنطقة التي أعطيتها المنطقة الوردور المنطقة الثانية المنطقة الثانية وممتعة على السالة المنطقة هذه نستطيع أن نضع دولاب خاص بأحضر وعبائات وننظر إلى مواصير التدفع هذه المواصير في بعض الشقة موجودة تكون بارزة على الساس أنه فيني وصياني يوم يكون فيها عطل سمح الله يوم يتوجه إلى السالة كما قلت لكم أرضيات الكوريدور والصالة كلها مع الغرف باركي لديكورات سخفية مساحة الصالة 30 متر مربع خمسة في ستة واجهته زجاجية واجهة اطلالة بحرية رائعة اطلالة أمامية ممتازة جدا على البحر وعلى المدينة عندنا مخرج البلكونة من جهة الصالة البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ مساحة البلكونة تقريبا مترين ونوص في ثلاثة متار يعني تس تقريبا ثلاثة ستة متار اطلالتها الرائعة على البحر وعلى المدينة المجمع في منطقة منطقة كاشستو منطقة كاشستو معروفة انها منطقة حيوية والموقع مقابل جاهر مول يعني تقريبا 10 دقائق وفي السيارة تقريبا ثلاثة دقائق نتوجه الى المطبخ نتوجه الى المطبخ كما قلت لكم البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة طلعنا من الصالة جينا البلكونة شرحنا وبعدين توجهنا الى المطبخ حاليا انا في المطبخ دوالي براكب و جاهزة جاه واحدة اماكن اجزة كهربية ثلاجة غسارة صحون الفرن و عيون و غاز و الشفاط اللون ابيض خشب جميل مساحتها جيدة مساحة المطبخ نقدر نحط هنا الطاولة صغيرة يعني مناسبة للفطور نكمل مع تفاصيل باقي الشقة تفضل مدخل الشقة من هنا صورنا الصالة والمطبخ والبلكونة نكمل تفاصيل باقي الشقة نيجي هنا على اليسار عندنا الغرفة الاولى يعني هنا نقدر نحط سرير واحد مثلا مع دولابها او نقدر نحط سريرين حسب احتياجنا ولها بلكونة الغرفة هذه بلكونة مناسبة جاية بالطول متر في سبتمتار طول البلكونة اطلالتها المميزة على الجنب على البحر و على المدينة اطلالة مميزة اطلالة مميزة اطلالة مميزة بالنظام ارضي بجوار الغرفة الاولى عندنا الغرفة الثانية الغرفة الثانية مساحتها تقريبا زي الغرفة الاولى و اطلالتها برضو على البحر و عندنا برضو امتداد البلكونة جاية من الغرفة الاولى اجزة التدفئة موجودة في كل الغرف زي ما احنا شايفين نيجي هنا الى الحمام و انتو بكرامة الرئيسي كمساحة جيدة للحمام مروش و مكان للغسالة موجودة و عندنا التدفئة ايضا موجودة التدفئة دولاب المخسلة موجود مساحة جيدة لدورة المياه نيجي اخيرا لغرفة الماستر لو تلاحظوا مساحة غرفة الماستر ممتازة مكان مجهزين للسرير و نقدر نحط هنا الدولاب هذا رغبة و نقدر نسوي شي ثاني هما مجهزين منطقة ثانية من دورة المياه نقدر نخش هنا دورة المياه تابعة لغرفة النوم الرئيسية مجهزين منطقة لخروج المخرج الطوارئ نقدر نخلي هنا دولاب خاص بغرفة المنابس المنابس يعني لا الحرية الاختيارة نحط الطقم غرفة النوم كامل هنا أو نحط دولاب داخلية كذا أعطناكم تفاصيل كاملة شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 165 متر مربع الدور الاثنعاش أرجو أن يكون الفيديو نال على عجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف ساعة الفيديو وأيضا لا تنسوا مشاهدات آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة